قبل أيام فقط من استعادة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب الأمريكي لجنة السادس من كانون الثاني يناير البرلمانية تصوت على توصية غير ملزمة لوزارة العدل بتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين لتدخلهم في جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية والضغط على مسؤولي الولايات لكسب مزيد من الأصوات الانتخابية والتحريض على اقتحام الكونغرس والإدلاء ببيانات كاذبة يمكن رؤية الدليل على ذلك في شهادة محام الرئيس ترامب والعديد من شهود البيت الأبيض الآخرين من تصرف على ذاك النحو في ذلك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا إنه إذن غير مؤهل لتولي أي منصب قرار محاكمة ترامب أو أي شخص آخر يخضع تماما لصلاحية وزارة العدل التي تجري تحقيقا منفصلا يقوده المحقق الخاص جاك سميث بشأن طريقة تعامل ترامب مع الأحداث التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية المساءلة يمكننا إيجادها من خلال نظام العدالة الجنائية لدينا كامل الثقة بأن عمال اللجنة ستسهم في عادة رسمي طريق للعدالة وتوفر المعلومات للهيئات المعنية لإنجاز مهامها دعونا نشر إلى أن هناك أمروحة مساءلة أشمل لمصلحة الشعب الأمريكي أكثر من ألف شهادة استمعت إليها اللجنة خلال تحقيقاتها التي استمرت أكثر من عاما وجمعت خلالها عشرات الآلاف من الوثائق رافقها العديد من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 52% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب ينبغي أن يواجه تهمن جرمية ويرى مراقبون أن هدف اللجنة من نشر تقريرها هو محاولة من الديمقراطيين مع عدد من قادة الحزب الجمهوري لإبقاء دونالد ترامب خارج البيت الأبيض والحياة السياسية بشكل تام محمد كريم واشنطن الميادين